اشتركوا في القناة شهر واحد في 2020 رح نبدأ بحركة الكواكب ونعرف الكواكب هاي وين موجودة وبدنا نحكي عن الزوايا الخطرة خلال هذا الشهر رح نحكي عن التوقعات اللي هي اول 20 يوم وبعدين انتقال الشمس في العشرين يوم الثانيات يعني هسا الشمس موجودة بالجدي وبعدين رح تنتقل لده رح نحكي عن المرحلتين هذولا ايش اللي رح يتأثر منها البرج الشمس في الجدي من يوم 22.12 2019 لغاية 2021 عطارد في برج الجدي لغاية مساء يوم 16 وبعدها بنتقل للدلو الزهرة في الدلو وبنتقل مساء يوم 13 للحوت المريخ في العقرب وبينتقل ذهر يوم 3.1 بعدها للقوس المشتري في الجدي وزحل في الجدي أورانوس مازال بيتراجع في عملية تراجع في برج الثور لغاية فجر يوم 11 نبتم في برج الحوت وبلوتو في برج الجدي بالنسبة للزوايا الخطرة أو المؤثرة خلال هذا الشهر اللي بتبلش طبعا قبل بثلاث أيام من تكوينها وفي زوايا راح تتأثر قبل تقريبا بسبعين أو ثلاثة يعني آثارها بلشت تتبين وفي أشياء بلشت آثارها تبين من خلال نهاية شهر 12 أو منتصف شهر 12 الزوايا هاي عندنا يوم 12 واحد يقترن عطارد مع زحل ومع بلوتو وكوكب زحل راح يقترن برضو مع كوكب بلوتو يوم 13 واحد راح تقترن الشمس مع بلوتو ومع زحل يوم 23 تربيع الشمس مع أورانوس يوم 28 تربيع المريخ مع نبتون طبعا احنا حكينا الشمس إلهب القيادات وإلهب الجيش إلهب الحكومات بأصحاب القرار أورانوس إله علاقة بالانقلابات إله علاقة بالثورات إله علاقة بالإغتيلات إله علاقة بالأشياء المفاجئة بلوتو الكوكب اللي بيقلب كل شيء رأس على عقب في لحظة زحل المعلم الصارم المريخ اللي راح يكون موجود طبعا في برج ناري وهو تكوينه النار إله بالحروب وإله بالنار وإله بالأشياء اللي مش سهلة طبعا تكوين الكواكب هاي بما أنه أغلبها راح تكون موجودة بالجدي والجدي معروف عنه وبداية موسم الشتاء فرح تكون التأثيرات يعني والله أعلم إلهي علاقة بالطبيعة نشوف الطبيعة إيش راح تعمل في خلال الفترة هاي ممكن أمطار ممكن ثلوج ممكن أعاصير بس عاصير ما مش بتخوف يعني عاصير إنها بدأت شيء لبلاد يعني ممكن إيش العلاقة بالنار بما أنه المريخ بلوتو أورانوس والمريخ برضو إلهم بالقيادات العسكرية يعني بدنا نشوف إحنا خلال فترة آخر عشر أيام من الشهر هاد إيش الآثار اللي ممكن تصير أو الأحداث اللي ممكن تصير وبعدها منشرحها إحنا ومنشوف إيش الأشياء اللي صارت ما بدي أعلق على أي شيء ما بدي أتنبع بأي شيء وما بدي أتوقع بأي شيء خلي الأمور ماشي على تسهيل المولد طبعا الشهر هادا بتركز على المكاسب المالية من تعويض أو من شراكة أو قانونية راح يكون فيه انفراجات كثيرة ومريحة أكثر من الشهر الماضي وكثير من الضغوطات والعوائق بتخف عنك بشكل تدريجي ممكن أنك أنت تفكر أنك تتحرك علشان تسترجع اللي راح منك خلال الفترة الماضية أو تعوض اللي إيش اللي خسرته بالفترة الماضية من أي تأخير أو فشل تعرضت له بتعرف كيف تعالج كل هاي المسائل لأنك أنت مخك شغال بكل الاتجاهات فأكيد راح تجد الحلول لا تسمح لك برياءك بعمل المشاكل وتعقيد بعض الأمور ابحث عن الحلول اللي بترضيك أو بترضي الطرف الآخر عشان أنت تتجنب الجانب السيء تقرب وجهات النظر ولطف الأجواء قد ما بتقدر ممكن تنشغل بملف إداري أو استشفائي ورح يطلع منك بعض الاهتمام ممكن يكون عندك اهتمام بإرث أو قرض أو مشروع تمويلي أو التخلص من أقصات أو فوتير متراكمة الفترة هاي ممتازة لهاي الأمور راح تعطي اهتماماتك الشخصية وارتباطاتك العاطفية والعامة وقت إضافي وجهد يعني راح يساعد هذا الإشي في إيجاد حلول والتسويات المالية وممكن يساهم في إعادة العلاقات إلى مجاريها بعد عشرين الشهر فترة أحسن من بداية الشهر وافيرة بالحضوض أكثر والفرص الممتازة راح تجيك لكن لازم تتحرك عشان تستفيد من أكبر قدر ممكن من النجاح والمكاسب ممكن يكون فيه سفر أو هجرة ممكن تتدمر من المسئوليات الزيادة اللي راح تكون على عادقك يعني بس هاي المسئوليات كلها ممكن ترفعك على القمة وممكن أنها تعطيك نجاح وازدهار أهم شيء أنها بتنقلب المعطيات لصالحك بالنسبة للأسفار والفكر والدراسي خلال هذا الشهر بيكون سلوك تاعك جيد وتحصل على تقدير الآخرين وهو مناسب للتنقلات والاتصالات والمواصلات فترك كمان مناسبة للسفر دراسات العليا ربط العلاقات أو تعامل مع الغربة أهم شيء أنك تركز من المشاريع الكبيرة تركز فيها مضبوط تدرسها مضبوط تحاول أنك أنت تفهمها قبل ما تدخل فيها بيزيد ذكائك أكثر طموحك بيصير أكثر بتكون هذا الشهر كريم ومتسامح ومتفائل الزيادة عن الوضع الطبيعي اللي أنت فيه هاي فترة مناسبة للسفر وأخذ العطلات والرحلات والتنقلات بالنسبة للعمل والمال وهذا بعطيك شوي زيادة في الأرباح عن طريق شراكة أو زواج أو تركيب ممكن يزيد اهتمامك بالمواضيع الروحانية بخلال الفترة لكن شوي ممكن يسبب لك بعض المشاكل بسبب ارتكاب الأخطاء على المستوى المهني أهم شيء أنك أنت بتجد حلول سريعة للتخلص من الديون والنفقات المارية في خلال هذا الشهر بس بدك تنتبه من ردات فعلك من عصبيتك وأثناء التنقلات بدك ما تكونش طايش زيادة عن اللزوم حاول أنك تركز أنت على أساس أنه تتجنب الحوادث أفكارك ومشاريعك بتلاقي استحسان من طرف الشركة إن كان عاطفي أو أعمل لكن البعض منكم شوي رح يكون أناني بالفترة هذا الإشي ممكن يعرضك لبعض الانتقادات خصوصاً في محيطك بالنسبة للعائلة والعلاقات الاجتماعية والزوجية هاي شوي شغلك رح يلهيك عن شركائك أو عن زوجتك ممكن يتميل للعزلة عدم الاكتراث الانشغال بأي شيء آخر نوع من أنواع التهرب بدك تكون منتبه برضو للنقطة لأنه إذا ما انتبهت هذا الإشي رح يسوي لك نوع من أنواع المشاكل داخل البيت مع شركائك أو مع شركائك في البيت تحديداً بالنسبة للكواكب تأثيراتها وتحذيراتها المريخ طبعاً سلبي يحذر الشراكة العاطفية والمالية المشتري بعطيك حضوظ في المكاسب المالية جيدة مصدرها شراكة أو تعويض أو تركة أو قرض بيهتموا بصحتهم أو بصحة أحد أحبائهم منهم بيركز على قضية قضائية بيطلع الحكم في النهاية لصالح خصوصاً إذا كانت قضية ضريبية أو قضية تأمين أو شيء إلو مستحقات عشان ترجع له زحل منهم بلاي صعوبة في الحصول على مال بيعود له من تعويض أو من تركة شوي بتتنكد عليه أورانوس تحصل معه مفاجئة في تغيير بشكل مفاجئ من حال لحال خصوصاً في أمور المؤسسات أو شركة كبيرة بلوتو بنهي شراكة مالية بشكل قطعي لا رجع فيه وتغيير جذري في أمور إلها علاقة بالتركة والميراث نبتن بعزز قوة الحدث عندك في مجال العمل والعلاقة مع المسؤولين هيك بنكون أنهينا وفي النهاية بنقول هاي توقعات مشتنبوات والله أعلم يا رضا الله وارضا الوالدين سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وتبولي سلام اشتركوا في القناة